بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين مع هذا المكعب هذا المكعب اخترعه هذا الرجل أسكار وسمي المكعب على اسمه وهو رجل مخترع عنده العديد من المكعبات المختلفة وهذه قناته اخترع هذا المكعب في عام 2020 أي قبل سنتين ثم الآن أتت هذه الشركة المعروفة وأخذت منه حقوق الفكرية وفعلت نسخ منها وبدأت تبيع هذا يا أصدقاء الكرام هو ثلاثي تماما مثل المكعب روبك الثلاثي ولكن طبعا هذا يتحرك بحرية مطلقة في جميع الاتجاهات وهذا لا لكن هو ثلاثي لا يتحرك بحرية مطلقة هذا هو على شكل القطع التي بالداخل البلاط المتجمد الملتوي يتحرك بحرية مطلقة يشبه الطوب الثليج طبعا حل حصري لهذا المكعب وبصراحة متعب للغاية قوانين متعبة ولكن طريقة الحل ممتعة نأتي نخلط هذا المكعب لم أجد له حلا في اليوتيوب على الإطلاق بصراحة تعب جدا على ما وضعت له هذه القوانين المتعبة المرهقة للغاية الآن قمنا بخلط هذا نسبيا أشد على الخلط أكثر لا تتصور إذا كان هذا المكعب في يدك أنك تقدر تحرك بهذه السهولة مستحيل حركته شبه يعني محدودة للي ما يعرف يحركه ينصدم بجدار مسدود طيب خليني الآن شوف خلطت ألوانه يوجد خلط مك هكذا أيضا أعمق وأعمق وهو مثلا نخلط هذا لاحظ الآن رح يتغير ماذا الشكل من مكعب ماذا مكعب منتظم إلى شكل غير معروف لاحظ شبه تكسر شبه تكسر هذا مكعب هذا لا الخطوة الأولى يا أصدقائي الكرام هو تحويل هذا الشكل إلى مكعب بأيته ألوان تكون غير مهمة الألوان في البداية تمام لتحويله لتحويله مهارة تفرفر يعني مو قوانين وليست بتلك الصعوبة تحويله إلى مكعب منتظم مثل هذا واضح بايب الآن نأتي لتحويله وترجيعه إلى ماذا مكعب كامل منتظم شوف رجع تمام لحل هذا المكعب يا أصدقائي هناك عشرين قانون لو تستخدم العشرين القانون على هذا المكعب لنجح الأمر وانحل أيضا هذا بنفس الطريقة التي وضعتها على هذا بالعشرين قانون يا كرام هذه الزاوية التي تحمل اللون أزرق وأبيض وأحمر وهذه الزاوية التي تحمل اللون أصفر وأخضر وبرتقالي هي لا تحركهم العشرين قانون اللي أنا وضعتهم وعليه هل هذه الزاوية هي في مكانها الآن لا أزرق أخضر ليست هنا فمن البداية من البداية الخطوة الأولى هي أنك تجلب الزاوية هذه في مكانها الصحيح وهذه في مكانها الصحيح ثم تشتغل على العشرين قانون تمام إذا ما حطيته في البداية العشرين قانون ما يمكن تحرك هذه الزاوية هذا مكعب مستوي بالكامل بقيت زاويتين خسار تعاملك راح تضطر تخلط المكعب بالكامل حتى تعدل أماكن الزاويتين واضح نأتي الآن في البداية نضع هذه الزاوية في مكانها وهي تبادل مع هذه برتقالي أصفر أخضر أقلب برتقالي أصفر أخضر وهذه تبادل مع هذه إذن تبادل الزاويتين طريقة المسكة في جميع القوانين لاحظ هنا الشكل هكذا هنا جاي في الأعلى لو تفروا هنا قير هذا صغير هذا طويل كيف أمسك المكعب في جميع القوانين وفي جميع الحالات يا أبطال طريقة المسكة هي دائما بهذا الشكل هكذا لا 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 نعم هكذا المسكة الصحيحة تأتي هنا امسك هكذا هذا كله مستو بخط الأفق مو مثل هذا صاعد لفوق هذا لا طيب إذا جيت كذا نعم عرفنا الآن طريقة المسكة ما ينفع تمسك هكذا لا لازم بهذه الطريقة الآن يا أبطال نجي للزاويتين هذه وهذه نبقى نبقى بينهما هذه تأتي هنا وهذه هنا كيف ما هي الطريقة طريقة المسكة هكذا نضع إحدى الزاويتين أمام شمال هذا هكذا لا تنسى ثم نتبع القانون التالي شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين يمين اتجاه شمال عكس اتجاه فوق مرتين ثم شمال مرتين يمين اتجاه فوق مرتين يمين مرتين شمال مرتين فوق مرتين ثم شمال مرتين وايضا فوق مرتين ثم شمال مرتين فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين ثم ماذا شمال عكس اتجاه يا سلام اتت الزاوية ممتاز وهذه ايضا اتت طيب لو كانت مفرورة الزاوية هذه مفرورة الان اتت بالصدفة مستوية لو كانت مفرورة خليني اثرها ثم نطبق عليها القوانين هذه الحالة الزاوية في مكانها الابيض يبقى يجي هنا عند الابيض الاحمر هنا عند الاحمر الازرق هنا عند الازرق دوران عكس عقارب الزاوية وكذلك هذه الزاوية معدل اذا انت عدلت هذه تلقائي هذه راح تتعدل قانون دوران عكس عقارب الساعة لهذه الزاوية هو التالي شمال مرتين خلف مرتين ثم شمال مرتين خلف مرتين ثم شمال اتجاه يمين اتجاه فوق مرتين شمال مرتين ثم فوق مرتين شمال اتجاه فوق مرتين يمين عكس اتجاه فوق مرتين تحت مع عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين يا سلام تعدلت هذه الزاوية عكس عقارب الساعة وفي نفس الوقت هذه الزاوية استعدلت طيب قانون مع عقارب الساعة خليني أجهز وأرجع لكم هذه الحالة الأزرق يبقى يأتي هنا الأحمر هنا الأبيض هنا دوران مع عقارب الساعة كذلك هذه الزاوية إذا عدلت هذه بشكل تلقائي راح تتعدل الأخرى الآن دوران مع عقارب الساعة قانونه هو التالي يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين تحت مع عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقار بالساعة فوق مرتين يمين اتجاهي فوق ماذا مرتين ثم شمال عكس اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين يمين عكس اتجاهي ثم شمال عكس اتجاهي ثم خلف مرتين ثم شمال مرتين ثم خلف مرتين ثم شمال مرتين يا سلام هذا قانون دوران عكس ودوران معه طبعا هذه القوانين أنا تعب عليها مو جبتها بسهولة تعبت على يعني فكرت وطلعتها والطريقة تحل المكعب كذلك متعب عليه يعني نبدأ بهذه الزاوية أولا وهذه أولا ثم نبدأ نعلمكم ثم ماذا نبدأ أصدقاء الكرام أنا هنا الآن في طور استعراض القوانين فقط ثم ناخد تطبيق عملي فيما بعد إن شاء الله أخذنا ثلاث قوانين الآن نستكمل معكم القانون الرابع القانون الرابع هو تعديل القطع أو الزوايا هذه الزوايا تعديلها عندي عدة قوانين أول حاجة دائما طريقة المسكة أضع هذا بشكل ما ينفع هكذا لا خطأ لازم هذا كذا عندي القانون التالي لاحظ هنا أزرق أصفر أحمر أزرق أصفر أحمر هذه الزاوية تبقى تأتي هنا وهذه أخضر أصفر أحمر أخضر أصفر أحمر هذه تبقى تأتي هنا وهذه هنا إذن تحريك ثلاث زوايا ماذا بشكل هذا مع عقارب الساعة قانونه هو التالي أطبق القانون مرتين يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي تحت عكس عقارب الساعة ثم فوق مرتين يمين مرتين ثم فوق مرتين ثم يمين مرتين ثم فوق مرتين ثم تحت مع عقارب الساعة هذه مرة أعيد ثاني مرة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين ثم فوق مرتين الآن يمين مرتين ثم فوق مرتين ثم تحت مع عقارب الساعة لاحظ دارت القطع وأتت في أماكنها الصحيحة هذا دوران مع عقارب الساعة لهذه الأماكن خلنا أخذ نفس الأماكن لكن عكس عقارب الساعة أضبط المكعب ونأتي للقانون هذه الحالة دوران عكس عقارب الساعة أصفر أزرق أحمر أصفر أزرق أحمر هذه القطعة تبقى تأتي هنا برتقالي أزرق أبيض هذه القطعة تبقى تأتي هنا وهذه هنا دوران عكس عقارب الساعة طريقة المسكة هكذا أجعل ثلتين في خلف وهذه هنا شمال ثم أطبق القانون التالي تحت عكس عقار بالساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت مع عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين أكس اتجاهي هذه مرة أعيد القانون نفسه ثاني مرة تحت عكس عقار بالساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت مع عقار بالساعة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين أكس اتجاهي يا سلام دارة القطع أكس عقار بالساعة خلصنا الآن كم قانون خمسة قوانين القانون السادس عندي أماكن الزوايا هنا وهنا تحريك الزوايا عن أماكنهم لثلاث زوايا دوران مع عقار بالساعة أو عكس عقار بالساعة انت تحتاج إلى هذه القوانين لأن مثلا هنا يجيك هذا المسكه كذا خطأ لازم تمسكه هكذا إذا مسكت هكذا القطع هنا لازم قانون للأماكن هذه واضح؟ طيب الآن الأماكن عندي كيف؟ بهذا الشكل ثنتين موجودات تحت وواحدة خلف هذا كذا أشوف القطع أخضر أصفر أحمر هذه القطعة تبقى تأتي هنا أصفر أزرق برتقالي هذه القطعة تبقى تأتي هنا برتقالي هذا هذه هنا إذن دوران عكس عقار بالساعة لهذه الأماكن إذا جينا نحل المكعب رح تحتاج لهذه القوانين المختلفة القانون عكس عقار بالساعة هو التالي يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين تحت مع عقار بالساعة يمين مرتين تحت عكس عقار بالساعة فوق مرتين يمين اتجاهي فوق مرتين شمال عكس اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين يمين عكس اتجاهي شمال عكس اتجاهي خلف مرتين ثم شمال مرتين خلف مرتين ثم شمال مرتين الآن أطبق القانون مرتين وهو التالي يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت مع عقارب الساعة عيد القانون ثاني مرة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت معاعة قارب الساعة الآن شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين شمال اتجاهي يمين اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين شمال اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي فوق مرتين تحت معاعة قارب الساعة يمين مرتين تحت عكس قارب الساعة يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين يا سلام دارة الزوايا الثلاث عكس عقارب الساعة صحيح القانون طويل لكن الحركة هنا مشلولة لا مفر من هذا القانون الآن رح ناخذ دوران مع عقارب الساعة نفس الأماكن لنفس الأماكن الثلاث أضبطه ونستخدم القانون القانون السابع من عشرين ثلاث قطع دوران ماذا مع عقارب الساعة أخذنا نفس المكان عكس الآن معه أبيض برتقالي أزرق هذه القطعة تبقى تجي هنا عند أبيض برتقالي أزرق القانون يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين تحت معه عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين اتجاهي فوق مرتين شمال عكس التجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين يمين عكس التجاهي شمال عكس التجاهي خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين ثم استخدم القانون التالي مرتين وهو تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت معا عقارب الساعة يمين اتجاهي فوق ماذا مرتين يمين اكس اتجاهي هذه مرة الآن ثاني مرة تحت اكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت معاعة قارب الساعة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي الآن شمال مرتين خلف مرتين ثم ماذا؟ شمال اتجاهي يمين اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين شمال اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي فوق مرتين تحت معاعة قارب الساعة يمين مرتين تحت عكس قارب الساعة يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين يا سلام دارت القطع كلها مع قارب الساعة طبعا هذه القوانين سوف أضعها في مذكرة إن شاء الله تجدونها جاهزة للتحميل في الوصف الحالة الثامنة عندي القطع هنا ثلاث قطع أحمر أصفر أزرق هذه القطعة تبقى تأتي هنا عندي الأحمر الأصفر الأزرق هذه القطعة هنا وهذه أزرق برتقالي أصفر أزرق برتقالي أصفر هذه هنا إذن دوران مع قارب الساعة كيف أمسك هذه وأطبق القانون لا تقل لي ضع هذه الثلاث قطع مثل القانون السابق نفس الأماكن لا لا ينفع لماذا؟ لأن هنا يختلف المركز لازم تضعه بشكل هذا إذا وضعت بالشكل هذا اختلفت الأماكن ما العمل؟ الآن ما العمل؟ عندي ثلاث زوايا تبقى تدور مع أقارب الساعة عندي هذا القانون وهو القانون الثامن أضع الزوايا في الخلف دوران مع أقارب الساعة للثلاث قطع اللي هنا تثبت ركز يا صديقي في البداية أستخدم القانون في الوجه الأيمن وهو الوجه الأخضر ثم أعود للوجه الأبيض في البداية أستخدم القانون في الوجه الأيمن ثم أعود للوجه الأبيض يلا الآن ننتقل إلى الأخضر ما ينفع أمسكه كذا بل هكذا طبق القانون دوران مع أقارب الساعة يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين تحت مع أقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس أقارب الساعة فوق مرتين يمين اتجاهي فوق مرتين شمال أقارب الساعة يمين عكس أقارب الساعة يمين عكس أقارب الساعة شمال عكس أقارب الساعة جميع étورت خلف مرتين شمال عكس التجاه شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين يا سلام خلصنا الآن الوجه الأيمان أرجع إلى الوجه الأبيض ما ينفع هكذا أقلب هكذا وطبق القانون مرتين وهو يمين التجاهي فوق مرتين يمين عكس التجاهي تحت عكس عقارب الساعة ثم فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين الآن يمين مرتين ثم فوق مرتين ثم تحت مع عقارب الساعة أعيده مرة ثانية نفس القانون يمين التجاهي فوق مرتين يمين عكس التجاهي ثم تحت عكس عقارب الساعة ثم فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين فوق مرتين تحت مع عقارب الساعة الآن أرجع للوجه الأيمن علشان نطبق القانون ما ينفع هكذا بل هكذا طبق القانون التالي شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين شمال اتجاهي يمين اتجاهي فوق مرتين ثم شمال مرتين فوق مرتين شمال اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي فوق مرتين تحت مع عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين يا سلام الزوايا دارا مع عقارب الساعة القانون التاسع نفس الحالة السابقة هذا في الخلف الأبيض أمام هذا في الخلف أزرق أصفر أحمر أزرق أصفر أحمر هذه القطعة تبقى تأتي هنا أخضر أحمر أصفر أخضر أحمر أصفر هذه القطعة تبقى تأتي هنا إذن دوران عكس عقارب الساعة لهذه الأماكن الثلاثة أقلب يكون في الخلف هنا بهذا الخط ما ينفع كذا ولا كذا أطبق القانون التالي عكس عقارب الساعة في البداية ألعب على الوجه الأيمن ثم أعود للوجه الأبيض الوجه الأيمن ما ينفع كذا أثر ثم أطبق القانون التالي يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين ثم يمين مرتين تحت معا عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين ثم يمين اتجاهي فوق مرتين شمال عكس اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين يمين عكس اتجاهي شمال عكس اتجاهي خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين الآن أرجع للوجه الأبيض أثر هذه ثم أطبق القانون التالي مرتين تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت معا عقارب الساعة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي هذه مرة باقي ثاني مرة من جديد تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت معا عقارب الساعة يمين اتجاهي فوق مرتين تحت عكس عقارب الساعة الآن أنتقل إلى الوجه الأيمن أقلب هذه ثم أطبق القانون التالي شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين شمال اتجاهي يمين اتجاهي فوق مرتين ثم فوق مرتين الآن فوق مرتين شمال اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي فوق مرتين ثم تحت معا عقارب الساعة ثم يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة ثم يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين يا سلام شوف الزوايا الثلاث تحركت عكس عقارب الساعة القانون العاشر عندي ثلاث الزوايا متباعدة أزرق أحمر أصفر هذه الزاوية تبقى تأتي هنا عند أزرق أحمر أصفر هذه الزاوية هنا أحمر أبيض أخضر هذه الزاوية تبقى تأتي هنا إذن دوران مع عقارب الساعة أضعهم بهذه المسكة هكذا هنا الخط في البداية ألعب بالوجه الشمال سابقاً يمين الآن شمال ثم أرجع إلى الأمام واضح؟ يلا نبدأ القانون نذهب إلى الشمال ثم أرجع إلى الأبيض الشمال أفر هذه هكذا تبق القانون يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين تحت معا عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين اتجاهي فوق مرتين شمال عكس اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين يمين عكس اتجاهي شمال عكس اتجاهي خلف مرتين شمال مرتين ثم خلف مرتين ثم شمال مرتين الآن أرجع للوجه الأبيض ثم أطبق القانون التالي مرتين يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت معا عقارب الساعة أعيد ثاني مرة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة فوق تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت مع عقارب الساعة الآن أرجع للوجه الشمال أضع هذي هكذا ثم أطبق القانون التالي شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين الآن شمال اتجاهي يمين اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين شمال اتجاهي فوق مرتين يمين عكس التجاهي فوق مرتين تحت معا عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين يا سلام شوف الزوايا دارا معا عقارب الساعة الآن نأتي للعكس طبق ثم أرجع لكم القانون الحادي عشر تعديل الزوايا ثلاث عكس عقارب الساعة دوران عكس عقارب الساعة طريقة المسكة أضع واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا المركز يكون مستوي فما ينفع تجيبك هكذا لا لازم مستوي ثم أبدأ بالشمال ثم أعود للوجه الأبيض الشمال هكذا القانون هو عكس عقارب الساعة يمين مرتين ثم فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين تحت مع عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين اتجاهي فوق مرتين شمال عكس اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين يمين عكس اتجاهي شمال عكس اتجاهي خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين ثم أنتقل إلى الوجه الأبيض وأطبق القانون التالي مرتين تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت مع عقارب الساعة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي هذه مرة الآن أعيده ثاني مرة تحت عكس عقارب الساعة فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين تحت مع عقارب الساعة يمين اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي الآن أنتقل إلى الوجه الشمالي ثم أطبق القانون التالي شمال مرتين خلف مرتين شمال مرتين خلف مرتين شمال اتجاهي يمين اتجاهي فوق مرتين شمال مرتين فوق مرتين شمال اتجاهي فوق مرتين يمين عكس اتجاهي فوق مرتين تحت مع عقارب الساعة يمين مرتين تحت عكس عقارب الساعة يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين فوق مرتين يمين مرتين يا سلام وهذه جميع القوانين التي سوف تحتاجها لحل الزوايا